بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين تحية طيبة لكم مشاهدنا الكرام مشاهدي قناة الكوثر الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا مععدكم مع حلقة جديدة من برنامج الأطروح المهدوية عنوان حلقة الليلة حديث الثقلين سنده ودلالته القسم التاسع والعشرون ورحبوا باسمكم بضيفنا الكريم سمحت أهل الله سيد كمان الحيد مرحبا بكم سمحت السيد أهلا ومرحبا بكم دكتور حياكم الله سمحت السيد في الحلقات السابقة شوهد عديدة تثبت أن عنوان أهل البيت في آية التطهير يشمل فقط محصور بهؤلاء الخمسة رسول الله وأهل أهل بيتي هل هناك شوهد أخرى في بيانات النبي صلى الله عليه وآله تؤيد وتثبت ما تفضلتم بذكره نعم أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه في الواقع نحن في الحلقات السابقة بحمد الله تعالى أشرنا إلى مجموعة من الشواهد والقراء والأدلة التي تثبت أعم من أن تكون هذه الأدلة أدلة داخلية ومضمونية مرتبطة بالآية المباركة أو بهذا المقطع من آية سورة الأحزاب أو قراء خارجية التي عبرنا عنها بالقراء المضمونية أو الروايات أو كلمات أعلام المسلمين أو الأحاديث وقراء كثيرة أتصور أن المشاهد الكريم يعلم بها جميعا هدفي من الإطالة أو إطالة هذا البحث وهو أنه لأثبت للأعزة أنه عندما يرد عنوان أهل البيت أو أهل البيت أو عندما يرد عنوان أهلي فإن هذا العنوان مختص بهؤلاء الأربعة أو الخمسة الذين هم أصحاب الكساء نعم يعني علي وفاطمة والحسن والحسين وعلى رأسهم رسول الله هو رسول الله صلى الله عليه وآله نعم من الشواهد الأخرى التي يمكن إقامتها على هذه الحقيقة هو ما ورد في ذيل آية المباهلة الجميع يعلم ويعلم ويعرف هذه الآية التي وردت في سورة في سورة آل عمران وهي الآية واحد وخمسين واحد وستين من سورة آل عمران قال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم نعم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين نعم طبعا فليكن في علم الأعزى والمتابعين لهذا البرنامج أنني لست بصدد الاستدلال بهذه الآية وما هو مغفقه هذه الآية وما هي الدلالة هذه الآية لا لا لست بصدد هذه النكات لأنه له حديث آخر إن شاء الله سيأتي في محله المناسب نعم كل ما أريد الوقوف عنده في هذه الليلة أن النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء عنوان أبناءنا وعنوان نساءنا وعنوان أنفسنا أن النبي صلى الله عليه وآله على من طبق هذه العناوين خصوصا فيما يتعلق بعنوان نساءنا ونساءكم وأنفسنا باعتبار نساءهم معروف أنفسهم معروف نعم الكلام أن الرسول صلى الله عليه وآله يقول الآية تقول ونساءنا وأنفسنا لابد أن نعرف من المقصود بنسائنا من المقصود بأنفسنا ومن المقصود بأبنائنا التفتوا جيدا هذه لأن هذه الآية فيها دلالة عظيمة جدا وعلى فضل عظيم لا يقاس به مقام أو فضل كما سيتضح ومنه سيتضح للمشاهد الكريم أن الذين يطلبون أين ذكر علي بن أبي طالب في القرآن الكريم الجواب إذا كان السؤال أين ذكر اسم علي في القرآن الجواب نحن لم ندعي أن اسم علي ورد في القرآن وأدلتنا تثبت أنه القرآن لم يقع فيه أي تحريف وأي نقص ولم يحذف منه أي شيء نعم بعض الكلمات هنا وهناك التي لا اعتبار بها عند جمهور المحققين من مدرسة أهل البيت يعني الرأي الرسمي والتحقيقي عند أعلامي ومفسري ومتكلمي وفقهائي مدرسة أهل البيت أن القرآن لم يرد فيه اسم علي نعم وردت فيه كلمات ليس لها مصداق إلا من إلا علي عليه أفضل الصلاة والسلام وهذا كما أنتم قبلتموه في آية سورة التوبة إذ يقول لصاحبه وهنا من الواضح أن الآية لم تشر إلى الخليفة الأول ولم تذكر الاسم لكن استنتم إلى الرواية وقلتم أن الخليفة الأول ذكر ماذا ذكر في القرآن على أي أساس ذكر في القرآن ذكر اسمه الجواب لا لم يذكر ولكن يذكر شيء كما يقال لو سلمنا أن هناك روايات صحيحة تدل أن المراد من صاحبه هو من هو أبو بكر هذا بحث سيأتي إن شاء الله لعله في فرصة أخرى أنا همي في هذه الليلة وبحثي وموضوع بحثي فلهذا رجائي من الأعزاء المشاهدين عندما يتداخلون في هذا البرنامج ليسألون عن وجه دلالة الآية وماذا تدل الآية وإنما فقط عن هذه النكتة وهو من المقصود بنسائنا ومن المقصود ماذا بأنفسنا تعالوا معنا إلى النصوص الواردة في هذا المجال النص الأول أعزائي وارد في الصحيح مسلم وأنتم تعلمون بأن صحيح مسلم يعد من أهم الكتب والمعاجم الحديثية عند عموم المسلمين لا يشك أحد منهم في صحة الأحاديث الصحيحة الواردة أحسنتم الصحيحة في الجزء الأولي في هذا الجزء الرابعي من هذا الكتاب وهو صحيح مسلم بتحقيق الشيخ مسلم بن محمود عثمان السلفي الأذري دار الخير المجلد الرابع صفحة مائتين وثلاثة عشر التفتوا إلى الرواية الرواية طويلة وهي الرواية عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه يعني سعد بن أبي وقاص قال أمر معاوية بن أبي سفيان وأنتم تعلمون أن سعد من العجرة المبشرة قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا وقرأنا في أبحاث سابق يعني أمره بسب علي عليه أفضل الصلاة والسلام والجملة اللاحقة أيضا تبين هذا فقال ما منعك أن تسب أبا التراب لماذا تمتنع أن تسبه وقر أمرته فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله فلن أسبه لأن تكون لي واحدا منهن أحب إلي من حمر النعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له خلفه في بعض غمغازي فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي وسمعته يقول يوم خيبر لأعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها فقال طبعا هذا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وقعا مقام ما بعده مقام لأن الآية من سورة العمران تقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يعني أن أمير المؤمنين كان متبعا بشكل دقيق لمن وهو الأسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وإلا إن لم يكن متبعا لما أحبه الله لأن الآية تقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل متى الله يحبنا أنت قد تحب الله ولكن الله لا يبادلك المحبة إلا بعد الاتباع فهنا عندما يقول سعد بأنه ويحب رسول الله قال ويحبه الله يعني كان متبعا مئة في المئة لمن لرسول الله وهذه العصمة التي نحن نعتقدها أنه لم يتخلف عن رسول الله ولا في مورد واحد ولم يثبت هذا المقام باتفاق علماء المسلمين إلا لمن إلا لعلي بن نبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام ومن هنا نحن ذهبنا إلى أنه لا يوجد في فضائله المتفق عليها بين علماء المسلمين من يدانيه في هذه الفضائل قال فتطاولنا لها وكذلك أحسنتم يقول سعد بأنه هذه الخصة التي قاله رسول الله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها فقال دعو لي علي فأتي به أرمد فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه ولما نزلت هذه الآية محل الشاهد فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وهي الآية 61 من سورة العمران دعا رسول الله صلى الله عليه وآله علي وفاطمة وحسنا وحسينا التفتوا جيدا محل الشاهد هذه الجملة فقال اللهم هؤلاء أهلي إذن الرسول صلى الله عليه وآله كان بإمكانه أن يأخذ هؤلاء ماذا ويخرج معه ولا يقول ماذا شيء ولكنه نجد أنه يقول أهلي بالانحصار من هؤلاء هؤلاء لا غيرهم يعني أنا أتصور العارف بقواعد اللغة العربية يفهم الحصر بنحو الواضح وصال اللهم بليه لأنه إشارة إلى الأمر الخارجي هذا المورد الأول إذن أعزائي التفتوا جيدا أن الحديث أين وارد وارد في صحيحي مسلم ومن الراوي للحديث هو سعد بن أبي وقاص كما تعتقدون أنه أحد العشر المبشرين بالجنة هذا المورد الأول المورد الثاني ما ورد في الجامع الكبير أو السنن الترمذي للإمام الحافظ الترمذي بتحقيق شعيب الأرنؤوت المجلد طبعة أو مطبعة الرسالة العالمية الجزء السادس صفحة 295 التفتولي جيدا الرواية نعم الرواية بعد أن ينقلها أيضا عن سعد بن أبي وقاص أسا قد يقول لي قال سيدنا أنت مادام ذكرتها من صحيح مسلم لماذا تكررها الجواب الجواب أريد أن أقول بأن كل المحققين عندما جاءوا إلى هذه الرواية لم يشكك أحد في سند ماذا في سند هذه الرواية ولم يقل أحد منهم في النفس منها شيء الرواية أيضا عن أبي عن سعد عن أبي قال أمر معاوية إلى أن يقول وأنزلت هذه الآية فقل تعالوا قال دعا رسول الله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي يقول الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ولكن تعليقة العلامة الأرنقوت حديث صحيح إذن من حيث السند لا مجال للتشكيك فيه هذا هو المورد الثاني المورد الثالث ما ورد في صحيح السنن الترمذي الذي هو بتحقيق العلامة الألباني يعني كل المحققين صححوا ماذا سند هذه الرواية ولم يشكك أحد منهم في صحة هذه النصوص تجدوني أؤكد على هذه الحقيقة باعتبار أكون نكات بعد ذلك سأبينها في هذا الكتاب أعزائي يعني بعبارة أخرى في المجلد الثالث صفحة خمسمائة وثلاثة وعشرين أعزائي رقم الحديث ثلاثة آلاف وسبعمائة وأربعة وعشرين نفس الحديث أمر معاوية الرواية وأنزلت هذه الآية دعا رسول الله قال اللهم هؤلاء أهلي قال العلامة الألباني قال صحيح إذن الآن العلامة الأرنقوت العلامة الألباني بالإضافة إلى صحيح مسلم قالوا أن الحديث ماذا صحيح وكذلك ما ورد في كتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل تحقيق وشرحه وصنع فهارسه أحمد محمد شاكر الجزء الثاني دار الحديث القاهرة هناك في الجزء الثاني صفحة مائتين وسبعة وسبعين أعزائي رقم الحديث ألف وستمائة وثمانية قال فتطاولنا لها ثم دعا رسول الله عليا وفاطمة والحسن والحسين فقال اللهم هؤلاء أهلي انظروا رقم الحديث ألف وستمائة وثمانية في الحاشية يقول أحمد محمد شاكر إسناده صحيح إذن إلى هنا كم علم من الأعلام الأرنقوت والألباني وأحمد محمد شاكر بالإضافة إلى صحيح مسلم وكذلك ما ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل بتحقيق بشعيب الأرنقوت في المجلد الثالث من هذا الكتاب وهو أيضا الحديث ألف وستمائة وثمانية أيضا اللهم هؤلاء أهلي كما ينقلها الإمام أحمد قال العلام الأرنقوت إسناده قوي على الشرط مسلم كما ربا رجاله ثقات رجال الشيخين إلى آخره وآخر ما أريد أن أشير إليه ما ورد في تفسير روح المعاني بودي أن المشاهد الكريم يلتفت ماذا يقول علامة بغداد صاحب تفسير روح المعاني العلامة في تفسيره الذي وصل إلي أخيرا في مؤسسة الرسالة روح المعاني المتوفى سنة ألف ومائتين وسبعين من الهجرة مؤسسة الرسالة المجلد الرابع صفحة مائتين وستة وخمسين التفتولي جيدا يقول وقد أخرج مسلم والترمذي وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله ثم قال اللهم هؤلاء أهلي التفتوا جيدا يقول وهذا الذي ذكرناه من دعائه صلى الله عليه وآله هؤلاء الأربعة المتناسبة يقول بينهم انسجام يوجد هؤلاء يسانق بعضهم بعضا لماذا لأن هؤلاء هم أصحاب آية التطهير ومن سنخ واحد وقعا من سنخ واحد هؤلاء نعم يقول وهذا الذي ذكرناه هو المشهور المعول عليه لدى المحدثين مجموع المحدثين التفتوا جيدا علم كالعلامة الآلوسي محقق نعم يقول وهذا الذي ذكرناه من دعائه من دعائه صلى الله عليه وآله هؤلاء الأربعة هو المشهور المعول عليه لدى المحدثين نعم ومن هنا تجدون بأنه أساسا طبعا ممن صحح الحديث أيضا النيسابوري في المستدرك على الصحيحين نعم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين لا لا باعتبار أنه الإمام الذهبي أيضا يصحح ماذا يعني يوافق على تصحيح النيسابوري وهو ما ورد في المجلد الثالث من المستدرك على الصحيحين الرواية بعد أن ينقلها كاملا لما نزلت هذه الآية ندعو أبناءنا دعا رسول الله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ثم يقول في الحاشية بأنه اللهم هؤلاء أهلي خاميم يعني على صحيح على شرط البخاري ومسلم إذن القضية من الأمور الواضحة التي لا مجال للشك فيها ولذا تجدون علم كالعلامة كالإمام النيسابوري الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه تأليف النيسابوري المتوفى سنة أربعمائة وخمسة من الهجرة بتعليقات الحافظين المؤتمن الساجي والتقي ابن الصلاح شرح وتحقيق الدكتور أحمد بن فارس السلوم أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد بكلية الآداء بجامعة الملك فيصل الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع في الرياض حتى أشير أيضا إلى الطبعة المشاهد الكريم إذا كان يريد أن يراجع الطبعة وهذه هي الطبعة الثانية ألف وأربعمائة وواحد وثلاثين من الهجرة هناك في صفحة مائتين وتسعة وعشرين من الكتاب يقول نزلت فقالت في قوله عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله عز وجل هذا عن ابن عباس حبر الأمة لا عن سعد بن أبي وقاط فقل تعالى وندعو إلى قوله الكاذبين نزلت في رسول الله وآله التفتوا وآله يعني أهلي إذن من؟ هم أهل البيت أهم العترة هم الآل أحسنتم نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وآله صلى الله عليه وآله وعلي نفسه ونساؤنا ونساؤكم في فاطمة وأبناؤنا وأبناؤكم في حسن وحسين إذن نزلت في رسول الله نعم ونزلت في علي الذي هو نفسه ماذا؟ نفسه رسول الله ونزلت في فاطمة ونزلت في الحسن والحسين نعم انظروا ماذا يقول في صفحة 230 يقول وقد تواترت الأخبار في التفاسير نعم إذن الخبر ماذا؟ متواتر متواتر وقد تواترت الأخبار في التفاسير عن عبد الله بن عباس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ يوم المباهل بيد علي والحسن والحسين وجعلوا فاطمة وراءهم فقال هؤلاء أبناؤنا ونساؤنا وأنفسهم أحسنت فسرها بعد تفسير عملي هذا الإمام الحافظ النيسابوري الإمام العلامة النيسابوري يقول وقد تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ هؤلاء أبناؤنا ماذا قالت الآية؟ قالت افتعالوا ندعو أبناءنا رسول الله قال أبناؤنا من؟ هؤلاء الحسن والحسين نساؤنا من؟ فاطمة أنفسنا من؟ نفسي من؟ هو علي عليه أفضل الصلاة والسلام إذن أعزائي أتصور أن القضية من حيث الأسناد والطرق وكلمات الأعلام والمفسرين وغيرهم وغيرهم لا يوجد هناك مجال للشك في الصحة ارتباط هذه الآية المباركة بمن؟ بعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا لمن كان في نفسه شيء ذاك حديث آخر نعم ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أنا لا أتصور أنه يستطيع أن يناقش الرواية بعد أن وردت في صحيح مسلم وبعد أن وردت في مسند الإمام أحمد والترمذي وصححها الأعلام والحاكم والذهبي وكل هؤلاء اتفقت كلمتهم على أن هذه الآية مرتبطة بمن؟ بها أولا أحسن ناهيك عن كتب التفسير نعم يبقى مطلب أنا بيودي أن أشير إليه ولا بد أن يلتفل يبقى مطلب وهو أنه هل في اللغة يطلق على البنات نساء؟ والله حتى لو لم يطلق في اللغة فإن رسول الله ماذا؟ هكذا 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 بيّن مصداق الآية قال مراد من النسائنا في الآية يعني من؟ فاطمة يعني فاطمة هل يطلق على شخص آخر غير نفس الإنسان يطلق عليه أنفسنا سواء ساعدت اللغة لم تساعد اللغة يعين عليه ظاهر الآية لا يعين عليه صح الحديث من السنة النبوية القطعية أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ماذا؟ قال مراد من أنفسنا يعني من؟ يعني علي أحسن نعم إذا استطعنا كمفسرين أن نجد توجيها فبها ونعمة أما إذا لم نستطع أن نجد توجيها لا يمكننا أن نرد ماذا وإلا يكون اجتهادا في قبالي النص صحيح النص الصريح نعم والصحيح والمتفق عليه لأنه كما تعلمون أن هذه الروايات الواردة هنا أيضا وردت من طرق أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إذن حصل عليها إجماع ولا تجتمع أمتي على خطأ ولا تجتمع أمتي على خطأ ولا تجتمع إلى آخره إذن أعزائي الشروط التي نحن مرارا ذكرناها وهي أن تكون الروايات صحيحة صريحة متفق عليها تنطبق على محل الكلام هذه الشروط الثلاثة أو لا تنطبق نعم كاملا هي صحيحة بإقراركم هي صريحة في دلالتها هي ماذا؟ متفق عليها بين جميع علماء المسلمين نعم ولم يتفقوا كاتفاقهم على هذه ما رأيت الله سمح السيد لا محفصا ولا محددا نذهب إلى الاستراحة ثم نعود سمح السيد مشاهدنا الكرام تابعونا بعد هذا الفاصل مرحبا بكم مجددا مشاهد الكرام ومرحبا بكم سمح السيد مرحبا بكم سمح السيد الله يحفظكم طيب إذن سمح السيد بينتم وأن هذه القضية أو هذه الحقيقة نصت عليها الرواية الصحيح ولا مجال للكلام فيها قد يقول قال نعم هذا إجماع ما الذي يريده سمح السيد وهل أعلام الوهابية متفقون أيضا أم لا لهم موقف آخر من هذه القضية أنا في هذه الليلة واقعا أريد أن أضع بين يدي الأعزة والكرام من أختلف الاتجاهات واقعا فلينظروا بعين الإنصاف إلى ما نقوله في هذه الليلة في ذيل هذه قلت الآن أنا لا أريد أن أستدل بهذه الآية لا بإمامة أمير المؤمن ما أريد أستدل الآن مو أنه لا تدل لا فيها دلالة واضحة وبعد ذلك لعله في الوقت المناسب أشير إليه ولكنه أريد أنا الآن في هذه الليلة لست بصدد بيان أن هذه الآية تدل على إمامة وخلافة علي علي أفصل الصلاة والسلام أو لا تدل أبدا وإنما أريد أن أبين هذه القضية وهي أن هذه الآية المباركة بيّنت لنا بشكل واضح وصريح أن عنوان النسائنا لا مصداق له في الآية إلا من؟ فاطمة إلا فاطمة ولا يمكن أن يشمل حتى عائش لماذا؟ باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وآله لو كان يريد أن يخرج معه بعض نسائه لأخرج معه كما تدعون أحب نسائه إليه ألستم تقولون أن عائشة كانت أحب نسائه إليه قلبا وأفضلها إذن عندما يريد الإنسان أن يدخل في المباهلة وأنتم قلتم في كل تفاسيركم أنه يخرج أعز الناس عليه يخرج أحب الناس عليه أكرمهم على الله أحسنتم وكان ينبغي أن يخرج إذن من؟ أن يخرج بعض نسائه لا أقل يخرج عائشة أنا أقول عائشة بالخصوص أم المؤمنين عائشة باعتبار أنتم تدعون لها أنها كانت أحب نسائه عليه كانت أعزها عليه كان أكرمه إلى آخره على أي لحوة جيد تعالوا معنا لنرى ماذا يقول علم من أعلام الوهابية بعد هذه النصوص التي قرأناها للأعزة في الواقع بأنه ليستغرب الإنسان هذا كتاب سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ العثيمين تفسير القرآن العظيم سورة آل عمران لفضيلة الشيخ العلام محمد بن صالح العثيمين دار بن الجوزي أشير أيضا إلى الطبعة الأعزة خليلتفتون الطبعة الأولى رمضان ألف أربعمائة وستة وعشرين من الهجرة في ذيلي هذه الآية المباركة من سورة آل عمران أنا مضطر هذه الليلة أقرأ فت عبارات كثيرة حتى يتضح أن هذا الرجل أو هذا العلامة أو هذا العلم من أعلام الوهابية كيف تعامل مع هذه القضية الواضحة من حيث النصوص الصحيحة والصريحة ومحكمة لا متشابهة أبدا 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 ولسنا قلت لك بصدد إثبات خلافة أبدا أبدا فقط نريد أن نرى أحسنتم مصاديق هذه الآية من سورة آل عمران آية المباهة هل من هم مصاديقها؟ التفتوا إلى العبارات التي يقولها التفتوا لجيدا نعم يقول أول ما يبدأ الحديث في ذيل الآية في صفحة ثلاثمائة وستة وخمسين يقول اختلف المفسرون في ذلك يعني أول شيء يوهم القارئ أن هذه القضية متفقة أو مختلف فيها محل خلافا محل خلافا فقال بعض المفسرين هل سلعله واحد أو اثنين نعم حتى أيضا يوهم القارئ أنهم أكثر المحدثين جمهور مشهور المحدثين كما قال العلامة ماذا؟ الآلوسي قرأنا عبارة الآلوسي قالوا هو المشهور المعول عليه لدى المحدثين والحاكم النسابور يقول تواترت الأخبار عند المفسرين على إله فقال بعض المفسرين المراد بقوله أبناءنا وأبناءكم المراد بأبنائنا الحسن والحسين المراد بنسائنا فاطمة بنت الرسول والمراد بالأنفس علي بن أبي طالب فيكون العدد أربعة علي بن أبي طالب أما هؤلاء إلى أن يقول وقال بعض أهل العلم هذه أيضا هذه المغالطة الثانية أولا يعبر بعض وثانيا يقول بعض أهل العلم حتى يعطي قيمة ماذا للرأي ماذا قالوا قال وقال بعض أهل العلم المراد ندعو المسلمين أبناءنا جميعا ونساؤها أبناءنا يعني أبناء المسلمين يعني ننتخب طائفة منا وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله لا قيمة له فيما قاله التفت يقول المراد من الآية هس بعد ذلك ويؤيد هذا المعنى التفتولي دكتور يقول يعني أبناء المسلمين يعني ننتخب طائفة منا تأتي هي وأبناؤها ونساؤها نساؤ المسلمين نعم وأنتم كذلك تنتخبون جماعة يأتون بأبنائهم ونسائهم وأنفسهم نجتمع ونبتهل وهذا القول لا شك أنه موافق تماما لظاهر الآية إذن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما جمعهم هؤلاء ودعا خالف ظاهر الآية الله كان يريد شيء ورسول فعل شيء آخر أرادها لأهل بيتي هذا هو المنطق الذي يقوله هؤلاء عندما تصل أنا ما أدري مرارا ذكرت للأعزة بأنه الدول الكبرى عندما تصل حقوق الإنسان إلى مصالحهم فيؤكدون على حقوق الإنسان ولكن عندما تكون ضد مصالحهم فيقولون ماذا؟ يقولون إرهاب نفس هذا المنطق عندما تأتي الآية لإثبات مناقب علي وفاطمة والحسن والحسين يقولون لا علاقة لنا حتى بما فعل رسول الله حتى لو نحن نعمل بظاهر الآية يا أخي السنة أين؟ ألستم أنتم ترون حديث كتاب الله وسنتي وهذه هي السنة التي رواها مسلم مو رواها أي بقال رواها مسلم ألستم تقولون نحن الذين نتبع السنة نحن الذين نتبع السنة هذا اتباعكم للسنة تقول ولا شك أنه موافق تماما لظاهر الآية لأن الآية بصيغة الجمع النبي صلى الله عليه وآله ليس عربيا لا يعني بل بل لا يستطيع العثيمين دا يعلم بأنه هذه صيغة جمع الآية إذا شلون تستعملها في المفرد استعمال الجمع في المفرد خلاف ظاهر اللغة العربية بل هذا منطق القوم هذا هو الذي نحن نقول عن هؤلاء أنهم يجتهدون في قبال النص الصحيح الصريح الوارد عن رسول الله فنحن الذين نخالف سنة رسول الله أم أنتم فنحن أهل السنة حقيقة نحن أهل السنة سنة رسول الله أم أنتم أهل السنة أي منهما علي الله والعادة جرت بأن التباهل وكذلك التفاخر وغيره يكون بين جماعات العادة كانت هكذا رسول الله خالف ماذا بل 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 أحسن وقد ذهب إلى هذا محمد رشيد رضا في تفسيره هل سبع ذلك أقرأ التفتوا يقول لكن أكثر المفسرين يختارون القول الأول علي وفاطم الحسن وبيامولان أكثر المفسرين لهواهم انتقبوا القول الأول أم سلموا للحق للحق والنصوص الصحيحة ما بكم كيف تحكمون أفلا يتدبرون القرآن وتقولون حب أهل البيض حب أهل البيض بعد 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 أرد أقرأ المشاهد الكريم نعم يقول لكن أكثر المفسرين يختارون القول الأول أن المراد بأبنائنا الحسن والحسين ونساءنا فاطمة وأنفسنا علي بن أبي طالب التفتوا جيدا لهذا لهذا ما أدري ما أريد أقول تدليس الله يعلم لهذا التلاعب بالألفاظ يقول يختارون أغلب المفسرين يختارون هذا القول لحديث ورد في ذلك ضعيف تعلموا التفتوا جيدا في اللغة العربية أهل اللغة العربية يعرفون أن هذا التنوين تنوين التنكير الذي يدل على الوحدة وعلى ماذا وعلى الضعف رجل يعني واحد ليس لحديث يعني فيه ما فيه أنا لا أعلم إذا كان الحديث واردا في صحيح مسلم وواردا في مسند الإمام أحمد ومصححا عند الحاكم ويقولون عنه أنه متواتف وإلى غير إذا كان هذا حديث إذن واقعا إذا مثل هذا الحديث لا يقبل إذن كثير من المعارف أنتم لابد أن ترفعوا اليد عنها لأنه وردت بشكل أقل من هذا الحديث انظروا العبارة يقول لحديث ورد في ذلك والمسألة لا توافق ظاهر الآية يعني هذا الحديث لابد أن نضرب به عرض الجدار عرض الجدار لأنه لا توافق ظاهر الآية يعني هذا القول لا يوافق ظاهر الآية أولا وثانيا وثالثا يبدأ بمناقشة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمناقشة ما صدر عن رسول الله إلى أن يقول لكن الحديث ولا شك لتفتوا إلى محل الشاهد يقول بأنه آخر المطاف ولهذا ظاهر الآية لا يطابق هذا التفسير التفسير القول الأول فعل رسول الله أو قول رسول الله هؤلاء أهلي وقد زعم محمد رشيد رضا أن تفسيرها بالأربعة من تفسير الرافضة يعني مسلم من رافضي أحمد بن حنبل رافضي الترمذي رافضي الذهبي الإمام الذهبي رافضي العلامة العلامة الآلوسي رافضة كلهم روافض الحاكم النسابوري الذي قال متوهد كلهم روافض كل المفسرين روافض كلهم هؤلاء تأثروا من حيث لا يشعرون بالرافضة طبعا عندما ينسب إلى محمد رشيد رضا إشارة إلى ما ورد في تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير المنار تأليف الشيخ محمد رشيد رضا اللي هي الدروس ألقاها الشيخ محمد عبده دار إحياء التراث العربي المجلد الثالث أعزائي المجلد الثالث في صفحة مائتين واثنين وثمانين يقول قال الأستاذ الإمام الروايات التفتوا أعزائي الروايات متفقة إمام محمد عبده دي يقول على أن النبي اختار للمباهلة عليا وفاطمة وولديهما اتفاق اتفاق اللي يعبر عنه العلام العسيمين حديث ورد في ذلك ويحملون كلمة نساءنا على فاطمة وكلمة أنفسنا على علي فقط ومصادر هذه الروايات الشيعة ومقصدهم منها معروف إذن كل هذه الروايات الشيعة السنة يعني مسلم تأثر بمن اغتر بمن بروايات الشيعة إذن فتح هذا الباب أعزائي وهذا لابد إغلاق كتاب مسلم إغلاق كتاب البقاري إغلاق كتاب أحمد بن حنبل هذا ديدنها وهذه رجالها وقد اجتهدوا في ترويجها ما استطاعوا يعني الشيعة وقد اجتهدوا في ترويجها ما استطاعوا حتى راجت على كثير من أهل السنة التفت جيدا ولكن واضعيها لأنه يعتبرها هذه الروايات من الموضوع نعم لكن واضعيها لم يحسنوا والله هذا كلام هذا ربنا على رسول الله والله هذا إهانة لرسول الله إذن الرسول عندما جاءت الآية قالت أنف أبناءنا وأبناءكم طبعا الأبناء مجمع دكتور نعم إطلاقها على الاثنين أيضا فيه مشكلة على رأيهم على رأيهم نعم وإن كان على حساب المنطق أنه الجمع اثنان فصاعدا فصاعدا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا إطلاقوا على ماذا على واحد ثم عنوان النساء كيف يطلع عنوان النساء عادة يطلق على الزواجات كيف أطلق رسول الله طبقه على بنته رسول الله كان لم يحسن هذا لم يحسن هذا التطبيق مع الأسف الشديد هذا هو فهمكم وتعاملكم عندما تصل الحقائق إلى ماذا إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هسا لماذا تعلمون لماذا أن العثيمين عند إصرار أن يبعد هذه الآية مو فقط أن يبعد هذه الآية مع أنه يصرح بأن الروايات واردة قال وقال إن الآية لا تنطبق عليهم دي ينقل كلام محمد رشيد رضا لكن الحديث الوارد في ذلك من أغير أن يصحح يدل على أن لها أصل لها أصل بعد ولا شك أن آل البيت يدخل فيهم هؤلاء الأربعة يريد يوسع آل البيت حتى يجمل النساء التفت لكن انطباقه على الآية في النفس منه شيء خلوا خمسين خط تحت في النفس منه شيء لا إله إلا الله لماذا في النفس منه شيء لماذا حتى يحكمك فيما شجر بينه بينك وبين الله وأنت في عالم البرزخ أيها العثمين لو هذه كانت واردة في نساء النبي وزوجات النبي أو في بعض النساء أو في أي أحد غير أهل البيت أو في واردة ما أدري في خالد ما أرد في أبي بكر في عمر أي أولئك الذين أنت تهواهم هم كنت تقول في تطبيق الآية في النفس منه شيء لا والله أنا أترك ذلك للمشاهد الكريم واقعا أترك ذلك للمنصف أترك ذلك للمحقق أترك ذلك لطالب هنا جيء تذكرت قضية دكتور هذه الرواية بلغت من الصحة درجة أنه مثل الشيخ ابن تيمية أيضا ما استطاع أن يضعفها وهو الجري وهو الذي في الأعمل أغلب الروايات التي ترد يقول كذبون موضوعة موضوعة ولكن عندما وصل إلى هذه الرواية ما استطاع ماذا أن يقول هذا ما ورد في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني المتوفى تحقيق وتعليق دكتور علي بن حسن بن ناصر المجلد الأول دار العاصمة للنشر والتوزيع الجزء الأول كما أشرنا في الصفحة 197 يقول التفتوا إلى العبارة وقد ثبت في الصحاح نعم مو في صحيح واحد في كل الصحاح في الصحاح حديث وفد نجران ففي البخاري ومسلم عن حذيفه وأخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله علي وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي يعني حتى الشيخ ابن تيمية المعروف بهواه الأموي والمعروف بإقصاء كل فضيلة مرتبطة بعلي وبأهل البيت ولكن عندما يصل إلى هذه الحقيقة يستطيع أن ينكرها أو لا ولكنه أنت أنظر إلى العلام العثيمين يقول أقرأ العبارة مرة أخرى يقول ماذا التفتولي جيدا يقول لكن انطباقه على الآية انطباقه على الآية في النفس منه شيء سؤال سؤال لماذا أنه يريدون إبعاد هذه الآية المباركة اسمحوا لي أعزائي يعني أنا نريد أن أربعة خمس دقائق يعطيني وقت المخرج حتى أنه أكمل حديثي لماذا أن هؤلاء يريدون إبعاد هذه الآية عن علي وفاطمة والحسن والحسين انظروا ماذا تجدون في المنح المكي في شرح الهمزية للإمام العلامة الفقيه المحقق ابن حجر الهيتم الشافعي المتوفى 974 من الهجرة دار المنهاج أعزائي الطبعة الثانية سنة 1426 من الهجرة هناك في الصفحة 539 هكذا يقول يقول آية المباهلة قال بعض محققي المفسرين فيها محققي المفسرين حتى تفهم لماذا أن هؤلاء يريدون إبعاد الآية عن من؟ عن علي وفاطمة قال قال بعض محققي المفسرين فيها لا دليل أقوى من هذا على فضل فاطمة وعلي وابنيهما من أوضح الأدل على فضل هؤلاء الأربعة وأنه لا يقاس بهم من هذه الأمة أحد كما قال علي أمير المؤمنين في نهج البلاغة في الخطب رقم اثنين قال لأنها لما نزلت دعاهم رسول الله فاحتضن الحسين وأخذ بيد الحسن ومشت فاطمة خلفه وعلي خلفهما فعلم أنهم المراد من الآية تطبيق عملي الله تطبيق عملي وبيان أيضا وبيان قولي لفظي فعلم من فعله فعلم أنهم المراد من الآية وأن أولاد فاطمة يعني وعلم أن أولاد فاطمة وذريتهم يسمون أبناءه أبناء من؟ أبناء رسول الله وينسبون إليه نسبة حقيقية نافعة في الدنيا والآخرة ويدل لذلك ما صحح أنه صلى الله عليه وآله فقال ما بال أقوام يقولون إن رحم رسول الله لا تنفع قومه يوم القيامة بل والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة وأخرج الطبراني في حديث إن الله عز وجل جعل ذرية كل نبي في صلبه وإن الله تعالى جعل ذرية في صلب علي بن أبي لأنه نفسه نفسه رسول الله هذه من أثر ولهذا من حق العلام العثيمين ماذا؟ بل لا أن يبعد الآية عن من؟ عن علي وفاطمة والحسن يعلم مضامين الآية ما هي يعني إذا كان علي نفسه رسول الله يقول إن الله عز وجل جعل ذرية كل نبي في صلبه وإن الله تعالى جعل ذرية في صلب علي بن أبي طالب وروا غيره نحو ذلك من طرق وفي بعض هذه الروايات زيادة إذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسماء أمهاتهم سترا عليهم إلا هذا علي بن أبي طالب إلا هذا وذريته فإنهم يدعون بأسمائهم لصحة ولادتهم التفت جيدا قد أحسنتم لأنهم طهروا بمقتضى آية التطهير يقول قد يقول قائل أن هذه الرواية وردت في العلل المتناهية لابن الجوزي وهي رواية موضوعة يقول وذكر ابن الجوزي ذلك في العلل المتناهية مردود بأن كثرة الطرق هذا النص ترقيه إلى درجة الحسن بل إلى درجة ماذا بل إلى الصحة أحسنتم أحسنتم صار واضحا طبعا إذا كان هناك في المداخلات أو بعض المداخلات تعطيني دقيقتين ثلاثة أنا عندي مطب المخرج إن شاء الله إن شاء الله نعم معنا الأخ بدر من السعودية تفضلوا أخ بدر أخ بدر تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك أخونا حياكم الله تفضلوا نعم مكتلم السيد نعم تفضلوا السلام عليكم سيدنا عليكم السلام تفضلوا أخي العزيز شكرا جزاكم الله خيرا الله يحفظكم إن شاء الله الله يحفظك أخي العزيز حياكم عظم الله يجري واجوركم في مطابة إمام الرضا نعم حياكم الله شكرا لكم شكرا لكم الله يحفظكم إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يوفقكم وأن يشرككم في ثوابهم إن شاء الله الأخ أبو قتادة من السعودية تفضلوا أبو قتادة من سوريا إذن طيب طيب من سوريا أبو قتادة تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله تفضلوا بالنسبة لآية المبالع كلمة نساءنا مقصود لها فاطمة عليه السلام وليس نساء النبي لها علاقة وهذا يعني أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس له بناته وفاطمة عليه السلام وبالنسبة للآيتين السابقتين التي بحثتمها في الحلقة الماضية إن تتوبوا إلى الله وعسى ربكما أن يطلقوا كنا نزلت بحق أم المؤنين عائشة وأم المؤنين حفظة وانما وجاءت آية أخرى على سبيل المدح إنما يريدوا الله ينبعاكم ونسأهل البيت وطاهركم تطهيرا والتي نزلت بحق رسول الله وعليا وفاطمة والحسن أحسنتم حياكم الله نعم حياكم الله يعني استدلاله جيد من ناحية أحسنتم بالأبحاث التي أجلنا إليها في الحلقات السابقة نعم معنا لك أبو عبد الله من السعودية تفضلوه ألو ألو تفضلو نعم تفضلوه سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عبد الله وليس أبو عبد الله طيب عبد الله طيب لو سمحت عندي ملاحظة وعندي أيضا مداخلة أتمنى أنه يعني سماحة السيدة تفضل إن شاء الله بإيجاز تفضلوا نعم بالنسبة للكلام اللي أورده يعني أنا أقدم نصيحة لسماحة السيدة وهو أعلم مني وأكبر مني يعني عمرا وأكيد خبرته أكبر أنه لو يقرأ في المتون كتب أهل السنة اللي نسميه أهل السنة وهو يسميه مخابية لو يقرأ في المتون من الآن إلى مئة سنة قادمة دون أن يستضيف عالم نحن نفق فيه طيب إذا عندكم سؤال الفكرة وضحت وسمح سيد بينما هجوا في هذه القضية أخي الكريم حتى لا تقول قطعتم مداخلتي قال أنا أطرح ما عندي بكل وضوح وبهذه المصادر الواضحة في الصوت والصورة وأي عالم تقصدون أيضا في قناة أخرى يطرح وينقذ ويروب لا بالإمكان هو يأخذ أسئلتهم ويأخذ بها إليهم أحسنتم أو أنتم أو أي شخص آخر إمكانهم يتكبرون على هذا البرنامج للاتصال أخي العزيز انتخذ أسئلتهم اذهب إلى علمائك الذين تقول أنهم علماء أهل السنة وقد قرأنا من كلمات العلام العثيمين أنكم بينكم وبين أهل السنة يوجد تضاد وتباين كفى هذا التلاعب بالألفاظ أخواني أعزائي أنتم أتباع ابن تيمية وأتباع محمد بن عبد الوهاب قولوا ذلك صريحا ولا تتقوا لا تتهموا الآخرين بالتقية هذا أولا وثانيا اذهب إليهم أخي هم بقربك اذهب إليهم قل يوجد شيخ من شيوخ الشيعة هكذا يقول ثم هيئ الأسئلة والإشكالات واجئ بها عند ذلك سترى أننا نستطيع أن نجيب أو لا نستطيع الأخ أبو هيثم من بلجيكا تفضلوه تفضلوا أبو هيثم تفضلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم سيدنا عيات الله الحيدر نعم أنا مغرب مستبصر لله الحمد نعم سلام الله عليهم نعم والسنة والله يستفيدون منكم سيدنا استفادة عظيمة جدا سؤال سيدنا صلى الله في عمركم يعني بعدما بينتم وتبينونه من نصب هؤلاء العلماء الوهابية هل المشكل سيدنا في خلقتهم كبشر لأنه لا نتصور أن من يرفض هذا الحق الصافع يمثله أهل بتعلم السلام تصور لا يرفضه إلا من عنده مشكلة في خلقته كبشر نعم حياكم الله وقد تلا سمح السيد قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أو أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هؤلاء طبعا البيئة تتدخل المحيط تتدخل التربية تتدخل أنتم وجدتم في الحلقات الماضية نحن قرأنا من كتب الأطفال يعني في المتوسطة والابتدائية والإعدادية هؤلاء يربونهم على هذه الأمور التي تقوم على الحقد والكراهية للمسلمين قرأتهم أنهم يقولون كل الأشاعر من المشركين كلهم من أهل البداع كلهم هذا الإنسان عندما يكبر واقعا الجو الذي يحيطه به هو يرى هذا المعنى ولا يرى شيئا آخر وإلا الإنسان مختار ولا أتصور أن الخلق الإلهي الله سبحانه وتعالى خلق الناس جميعا أنزل من السماء ماءا فسالت أودية بقدرها هذا إناؤه الوجود وإناؤه العلم أدى به ذلك مبلغهم من العلم أحسنت والأخ بدري من النرويش تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سيد حارك سيدنا عظم الله أجوركم أجوركم حياكم والله تفضلوا نعم بس حبيت أسأل الأخ المذيعة قل لها بدلت من وين مشتريها مرفقين إن شاء الله طيب شكرا لكم حياكم الله هذا يعني كنا ننتظر منكم أسئلة حقيقية لا أسأل بعض الأخيان أحيان شواء أعزائي طيب الأخ أبو هاجر من السعودية نعم في يوم أمس كانوا يسألون عن الحيوان الناطق اليوم يسألون عن الملابس وغدا ما أدري عن ماذا سيسألون نعم طيب الأخ أبو هاجر من السعودية تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله نعم حياكم الله تفضلوا نعم أحب أن أشكر سماحة السيد في الإطراء الجميل اللي نور به كثير من عقولنا نعم الشيء الثاني أبوضح للسيد آية في القرآن يليت أنه يناقشها عبر ناقشها تهسان في الإطراء المهدوية طيب الآية اللي يقول الله سبحانه وتعالى فيها عوذو الله من الشيط الرجيم قال ما منعك يا إبليس أن تسجد لمن خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين نعم نبغى السيد يوضح لقوة المساعدين العالين منهم للملائكة سجدت كلها إلا العالين مرتبة أكيد أعلى من مرتبة الملائكة نعم نعم طيب إن شاء الله يأتي الحديث عنه نعم له إن شاء الله في مناسبة عندما نبين مقامات أئمة أهل البيت عليهم أفضلوا الصلاة والسلام وأن هذه الآية في من نزلت عند ذلك سيتضح بأنه من المراد من العالين في الآية التي قرأتهمها نعم الأخ محمد من العراق تفضلوا أخ محمد أخ محمد تفضلوا طيب طيب إذن سمح سيد بقي عندنا بعض الوقت الأخ ظهرت صوته لم يصل بل إذا تتفضلوا أنا عندي ملاحظة أريد أن أشير إليها للمشاهد الكريم طيب نعم تفضل أعزائي أنا كان فقط عندي لدقائق لا أطيل على المشاهد الكريم وهو أنه نحن عندما قرأنا من الأسئلة التي ترد دائما ويحاولون أن أو يصوروا للناس بأنه هذا سؤال عظيم لا يوجد عند علماء مدرسة أهل البيت الجواب له إلى آخره يقولون بأن القرآن لما لم يذكر عليا نعم الجواب إن كان السؤال أنه لما لم يذكر الإسم فهذه لحكمة لا نعلمها نعم أما القرآن لم يذكر ما يشير إلى علي بالنص الجواب أنا لا أتصور أنه علي ذكر في القرآن بأوضح من الذكر ماذا ذكر في القرآن بأوضح من ذكر اللفظ نعم وبيّن أيضا مقامه لا فقط ذكره وهو أنه قال أنه رسول الله يقول ماذا أنفسنا أنفسنا يعني أن علي نفس ماذا نفس رسول الله تقولون لا أنتم تستندون إلى الرواية لإثبات أن المراد من أنفسنا يعني ماذا يعني علي الجواب أعزائي التفتوا جيدا تعالوا معنا إلى الآية أربعين من سورة التوبة قال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن من المراد لصاحبي ألستم ليلا ونهارا جهارا وسرا وخفاءا وصراخا تقولون أن الله سبحانه وتعالى ذكر الخليفة الأول وعبر عنه بأنه صاحب رسول الله ولم يأتي اسمه من أين استندتم أنتم؟ بماذا استندتم؟ إلى الرواية لا لشيء آخر وإلا في الآية لا يوجد ذكر للخليفة الأول على الإطلاق وإنما جعلتم الرواية هي الدليل على أن الخليفة الأول ذكر أن أبا بكر ذكر ماذا؟ ذكر في القرآن ولكن بعنوان صاحبي أنا أوجه هذا السؤال إلى المشاهد الكريم بينكم وبين الله بينكم وبين الله اجعلوا الحقيقة أمام أعينكم يعبر عن شخص عن صحابي يقال له صاحب رسول الله ويعبر عن شخص آخر القرآن يعبر عنه نفس رسول الله أيهما أكرم وأيهما أعظم وأيهما أشرف وأيهما أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من هو نفس رسول الله أو من هو ماذا؟ صاحب رسول الله واقعا أريد أن أترك الحكم لمن؟ للمشاهد الكريم هذه الليلة فليفكر دقيقا في هذه ماذا؟ في هذه الحقيقة نحن لو سلمنا معكم أن آية سورة التوبة نازل في الخليفة الأول أبي بكر وإلا هناك بحث مستقل لابد أن يبحث أنه توجد روايات صحيحة تثبت هذا المعنى أو لا توجد لو فرضنا وسلمنا وتنزلنا جدلا أن تلك الآية مرتبطة بمن؟ بأبي بكر إذن القرآن عبر عن أبي بكر بأنه ماذا؟ صاحب رسول الله إذ يقول لصاحبه ولكن آية سورة آل عمران عبرت عن علي ماذا؟ نفس رسول الله فأيهما أقرب أيهما أكمل أيهما أفضل أيهما أعلم أيهما إلى آخر القائمة هذه النكتة كان بيودي أن أشير أحسنتم واضحا جزاكم الله تعالى خيرا وواضح أن رسول الله حينما يفعل هذا الفعل يريد أن يقرر يريد أن يقرر هذه الحقيقة وإلا لماذا يأخذ معه علي ولا يأخذ معه أحدا من نسائه وأزواجه ولا يأخذ أحدا من ماذا؟ من أبناء من أبناء لا من أصحابه أحسنت أليس؟ التفت جيدا أكوة الدكتور بلي 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 انظروا أن العلام العثيمين ماذا يقول؟ يقول بأنه التفسير الصحيح للآية المباركة هو هذا وهو أنه ماذا؟ ننتخب طائفة منا تأتي هي وأبناؤها ونساؤها وأنتم كذلك يقول هذا هو القول المناسب لظاهر الآية خب إذا كان هذا هو المناسب لظاهر الأول وكان ينبغي أن يأخذ معه ماذا؟ أفضل صحابته أحسنت وهم كما تقولون أنتم أبو بكر وأمثال صحيح؟ أو على الأقل يأتي بهم لا أقل ضمن من يأتي بهم نعم لماذا لم يأتي بأحد من أزواجه يقول بأنه الإنسان في مثل هذه القضايا يخرج أحب الناس إليه أنتم تقولون حتى يبين للعدو أنه ماذا؟ أن هؤلاء أحب الناس إليه خب بينكم وبين الله ألستم تقولون أن أبا بكر كان أحب الناس إلى من؟ نعم وأم المؤمنين وأم المؤمنين كانت أحب الناس من النساء وذاك من الرجال وكان ينبغي أن يخرجهم معه إلى ماذا؟ نعم على الأقل يستجاب دعاؤه ببركتهم وأنتم تقولون ليست مختصة بهؤلاء وكان يخرج علي وفاطمة والحسن والحسين بضمنهم ماذا؟ بضمنهم أبو باكر وعمر العشر المبشرة نساؤهم أولادهم حتى يتضح ولكن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا يفعل؟ يجمع هؤلاء الخمسة في بيت واحد يجمع هؤلاء الخمسة تحت كساء واحد يقف على باب علي وفاطمة يغلق الأبواب إلا باب علي وفاطمة ولذا تجدون بأنه علماء أعلام ولو دقيقة واحدة المخرج يعطينيها نجد بأنه العلامة ابن سعيد الطوفي في شرح مختصر الروضة في المجلد الثالث صفحة مئة وعشرة يقول وفي الصحيحين أنه لما أراد مباهلة نصارى نجران خشم لهؤلاء المذكورين بكساء وجاء بهم ليباهل بهم وقال هؤلاء أهل بيتي وذلك حين نزلت عالوه فدل ذلك كله على أن أهل البيت هم هؤلاء لا غير وليس النساء مرادات منه وإلا لقال لأم سلم أنت منهم ولم يقل لها ذلك بل ظاهر كلامه نفي كونها مكانك وأنت على خير أحسنتم فآية المباهلة بيّنت مصديق أي التطهير بأجلى بأوضح الكلمات التي أشمنا أحسنتم طبعا سمح سيدنا نعتذر للأخوة الأخ حسين من السعودية الأخ أبو محمد أيضا من السعودية كان بيودنا يعني إشراكهما لكن لم نستطع وهناك كثير من الاتصالات الوقت ضاقة بها شكرا لكم سبحانه وتعالى الله سيد كامل حيدر شكرا لكم مشاهد الكلام إلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته